السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلاب وطلبات الصف السادس الابتدائي اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم math for free النهاردة بايزن الله هناخد lesson 6 من unit 1 ودرس applications on the percentage نركز مع بعض ويلا نبدأ الدرس اول حاجة نبدأ زي ما احنا متعودين هنراجع على الدرس اللي فات بسرعة احنا هنا الpercentage عبارة عن ايه عبارة عن ratio its second term is 100 وبتكتبت راديت يام 35 وقام بيها عن الpercentage او بنكتبها 35 over a over 100 طبعا الاثنين واحد وبنقراها 35% ماشي عندنا اكزامبلز اليها 72 over 100 يعني 72% 43 over 100 يعني 43% اه قلنا ال 100% equal 1 ليه لان 100 over 100 ماشي بتديني ايه بتديني 1 عندنا بعض الاسئلة هنا convert percent to fraction 27% percent قلنا يعني divide 100 يبقى 27 over a over 100 طبعا بنعمل اسمبلفاي لو ليها يعني طبعا دي ما لهاش فخلاص 69% يبقى 69 over 100 7% يبقى 7 over 100 25% يعني 25 over 100 ونعملها 75% يبقى 75 over 100 وبرده نعملها تبقى 3 over 4 و80% تبقى 80 over 100 ونعمل تبقى 4 over 5 ننتقل للصفحة اللي بعد كده convert fraction to percent يبقى عندنا fraction نحول percent احنا قلنا الشرط الاساسي في التحويل اي نمبر يبقى percent لازم يكون السكنتيرم بتاعه 100 يبقى لازم 5 هنا تبقى 100 طبعا عشان نخلي 5 نخليها 100 نعملها يبقى نعمل time 20 فوق ايه فوق وتحت هتديلك 40 over 100 اللي هي 40 ايه 40% او نقول 2 over 5 مرة واحدة هتديلك 40 بعد كده 8 over 25 25 عشان تبقى 100 نعملها time 4 يبقى نعمل time 4 فوق وتحت 32 over 100 اللي هي 32% او 8 over 25 time 100 على طول تديلك 32% 80 3 over 8 طبعا ما تنفعش تبقى 100 هتبقى 1000 فهنحولها ال 1000 ونرجع نعمل 8 divided 10 او نقول 3 over 8 time A time 100 على طول ماشي تبقى 37.5 5 5 طبعا 5 ما ينفعش تحول ال 100 فهنحول برضا نعملها بالطرق ديات نعملها time 100% تبقى دياتي 3 and A and third ah convert وضع حول دسمال لبرسنت طبعا دي مفروض يعني وبعد كنا حول البرسنت ماشي؟ طيب هنا 0.099 هن jeune 99 over هنا نمبر بعد الوضع تبقى 3 ديجت يعني 99 أفور 1000 وبعد كنا نرجحها نمبر يعني ندفايد 10 هتبقى 9 بوينت ايه 9 طيب هنا 0.3 هنا 3 تنسز احنا عايزنا 100 فهنكتبها الاول 3 تنسز وبعد نعمل طايم 10 فوق وتحت فتديلك 30% 625 فهنكتبها وبعد كنا نرجع الوضع عشان تبقى 100 فتبقى 62 بوينت ايه بوينت فايف الكونفيرت بارسنت تو اديس من عندنا بارسنت نحولها الدسمال طبعا دي وان بوينت وفايف هندرد يعني وان بوينت وفايف اوفر هندرد مزبوط طبعا هنشتال البوينت خلاص عشان نحولها الدسمال فتبقى ففتين اوفر ساوزن يعني ففتين ساوزنس فور بوينت تو اوفر هندرد يعني فورتي تو ساوزنس ونكتب فورتي توساوزنس 16 and 5 طبعا 5 يعني 0.2 يبقى 16.2 over 100 ماشي نشتغل الpoint 162 over thousands ونكتبها في الدسم الفورم 12 and quarter quarter يعني point 25 يبقى 12.25 over 100 هنشتغل الpoint ونكتب الـ a النمر % of success plus % of failure equal 100% ماشي يعني لو قالك اللي نجحه مثلا 30% يبقى لو سقته بقيت الـ 100 اللي هي 70% وهكذا طيب لو قال اللي 12% of 500 كيلو هاولو ايه هاولو 12 over 100 طيب 500 نجيب الـ equal طيب 40% of 800 يبقى 40 over 100 طيب 800 ماشي طيب افلد قال لي 12% of وما جابلتش هنا number وقال لي equal 500 يعني ما جابش الـ 500 بس حتالي في الـ equal وجاب النمر اللي هنا مش موجود هاعمل ايه هاعمل ايه هما يلو بده نقوله 12 over 100 لا هاقوله 100 over 12 طيب 500 اشي يبقى لو النمر اتاني مش موجود هنعكس بس الاولى تبقى 100 over 12 طيب 500 ونجيب الايه نجيب الـ equal ننتقل بقى الجزء الخاصة بدرس النهاردة يبقى لو واحد اشترى حاجة الفلوس اللي دفعها دي بنسميها cost price اللي هي تمن الشراء الفلوس اللي اشترى بيه طيب لو جب الراجل باع حاجات بنسميها selling ايه price price طيب هو الوقت يشتراها 500 وبقى حب بيه 100 فطبعا هو حقق مكسب المكسب ده عبارة عن ايه عبارة عن selling price minus cost price 8 البيع هننقص منه 8 الشراء هيطلع للمكسب طب افرد انا عايز اجيب percent بتاع المكسب هقوله profit over cost price time 100 percent المكسب على cost price اللي هو ثمن الشراء time 100 ايه percent طيب افرد هو خسر ماكسبش هقوله بقى cost price minus selling price يعني هو اشتراها مثلا بمية بقى هيا بسبعين يبقى هو خسر فهقوله 100 minus 70 هتجي لك الايه اللوز يبقى عكس اللوز طب طب طبعا الحاجات ده كلها هي عبارة عن بعض القوانين اه يعني انا مش هطلبك اغو انك تحفظها لانه هتدي لك في الاخر قانون هيسهل عليك الدنيا كلها باسن الله اه طبعا الجزئة دي لازم نخلي بالا منها لان دي اللي هنشتغل عليها شايفين الفورم دي دي اللي هنشتغل عليها اول ما يجي لك اي اجزامبل عن cost price sell price الحاجات ديات كلها على طول تكتب له الصورة اللي قدامنا دي بس طبعا من غير coaching market تكتب له cost price وطبعا هنا على حسب ما هيدي لك profit او lose او في لترز دانية ماشي زي interest اللي هي الفلوز بتاعت مكسب البنك يعني وفيه sell price وبعد كده نكتب ورا 100% تحت cost price دايما cost price 100% ونبدأ نشوف بقى الحاجات اللي قدامي اكتبها طبعا هنا اي حاجة فيها percent وهنا اي حاجة فيها number هنشوف الكلام ده طبعا في exam zlite عشان يفهمها بسؤول profit عبارة عن selling price cost price دي عرفناه طب lose ناكس cost minus selling طب selling price profit plus cost cost selling minus ال profit ماشي طبعا احنا ممكن نعرفها بدماغنا يعني بالسهولة المكسب عبارة عن ايه عن الحاجة اللي بعتها هنقص منها الحاجة اللي اشتريتها هطلع للفرق اللي هو المكسب ماشي طيب selling price اللي هو تمن البيع لما كن كسبت profit plus cost طب تمن الشراء profit minus selling minus احنا نكتب قانون بتاعنا اللي اقولنا عليه دي اول حاجة اكتبها. بعدها نبدأ نشوف. هي الوان ساوزان ات هندرد بتاعت البيع يباتحت السيل برايس. وطبعا دي مش موجود البرسنت هو طالبها مني. طب عايز اجيب البروفيت اجيبها ازاي. قلنا البيع هنقص منه الشراء. انا بعتها ب الف وتمنمية وكنت مشتريها بوان ساوزان فور هندرد فورتي. يبقى البروفيت عبارة عن سيلنك برايس ماينس كوست برايس. هتديني ال ايه? النومبر. يبقى انه لقتي بقى عندي هنا ساوزان فور هندرد فورتي. قدر اجيب البروفيت اه بطريقتين. يا ما بتطرى قلنا عليها. اللي هي ده ده طايم ده. او ده طايم ده ده بطرى اللي احنا بتعودين عليها. ده ده طايم ده ده. طبعا احنا نكتب اطرى اللي احنا عارفينها بروفيت ديفايد سيل برايس طايم 100% اللي هي الايه? الصور اللي قدامنا. ونطلع الايه? ونطلع الايه? ونطلع الايكول. ننتقل. اللي جزيئة ثانية عزرا. كوست برايس لوز سيل برايس. طبعا نفس القنون بالزبط. هنا بعد البروفيت بقت لوز. طب الخسارة بنعمل فيها ايه? او بنعكس. بنقوله كوست برايس ماينس سيل برايس. سيلينج برايس عبارة عن الكوست ماينس اللوز. والكوست برايس عبارة عن السيلينج بلاس الايه? اللوز. طبعا النوتس دي الافضل يعني احنا اخرج على الفيديو. ممكن نوقف الفيديو ونسجلها في ايه? في النوت بوك معنا. عشان نبقى نذاكر منها. ماتحت اشترى عربية. طبعا هو خسر. هنكتب اول حاجة قانون بتاعنا. هنا ونهندرد ونكتب النمبر تحت الحاجة بتاعتها. هو اشتراها بالنمبر ده ايه عند كوست برايس اكتبه. طبعها بالنمبر ده اكتبها عند السيل برايس واكتبه. طبعا مفيش اللوز مش كاتبينه. صح? هنجيبه احنا هنجيبه ازاي? هيه? نعمل الاتنين ماينس. نعمل الاتنين ماينس. طبعا في البروفيت كنا بنقول السيل برايس ماينس كوست برايس. انما في اللوز انه كوست برايس ماينس السيل برايس. نجيبه اللي هو 4,260 طيب انا عايز برايس ايه ده طيب ده 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 طيب ده طيب الهي اللوز دفايد كوست برايس طيب الهي الهي 4,260. طيب الهي 100% اللي هي في الاخرة الديني 12% ننتقل لأكزمبل كمان هنكتب أول حاجة لحاجة المدة هنا هو عمل ايه؟ هو كسب يبقى بروفيت يبقى عندي كوست برايس بروفيت سيل برايس طبعا كوست برايس دائما 100 زي ما احنا عارفين وعندنا يدى لك بروفيت مراد 12.5% طبعا احنا ما عندناش سيل برايس ما ادناش بتاعتها تمام؟ بس الدانة هنا حاجة اللي هنكتب نركز فيها قال لك اشتراها 436 وصرف عليها 64 عشين يأكلها طب 64 دي هنحسبها تبع ايه؟ تبع السيل برايس ولا كوست برايس ولا تبع البروفيت ولا تبع ايه؟ لا انا بحسبها تبع الايه؟ تبع الشراء اللي هو كوست برايس ليه؟ لان الوقت لما اجي باعها الطبيعة لازم احسب انا صرفت عليها كام؟ يعني اشتريتها مثلا بـ 500 وصرفت عليها وانا 100 عشان اصلحها فلما اجي بحها مش ابيحها بـ 600 لا انا كدك هي كلفتني كلها 600 فلازم بزود عليها المكسب بتاعي يبقى عشان يجيب لازم اجيب مع النمبر دي مع النمبر ده عشان يجيب الايه؟ يبقى احنا قلنا الاول كان عندنا مش موجود هنقوله بقى عبارة عن النمبر دي بلاس النمبر ده وطبعا البروفيت والسيل برايس مش موجودين طيب اول حاجة هو عايزة ايه؟ عايزة سيل برايس عايزة سيل برايس طيب انا عندي دي قدر اجيبها الاول قدر اجيبها ودي برضه قدر اجيبها هو مش كسب اه يبقى هتدييني السيل برايس دي نقطة يبقى السيل برايس عبارة عن هتديلك يبقى احنا جبنا دي صح؟ هو عايز ايه يا مستر؟ هو عايز عايز دي طب دي اجيبها ازاي؟ عندنا طريق تاني اما استنى جبدي الاول ماشي؟ واعمل ده 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 يبقى على طول احنا جبنا دي هقوله دي 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 يبقى الموضوع صحيح لخالص او ميل له ايه؟ البروفيت اهو عبارة عن 112% طايمة 500 ديفيد 100% هتديلك 562.5 باوند يبقى الرجل اشتريها بكام 4600 وصرف عليها 400 عشان اصلاحها يبقى انها يبقى ده كله هيبقى كوستا برايس هتديك ماشي؟ ماشي؟ فايند سيلنج برايس هنكتب الحاجة اللي عندنا اللوز والكوستا برايس والسيلنج برايس عندنا طبعا الكوستا برايس هيبقى 5,000 ماشي؟ هنا نكتب البرسنت الاول بتاعتنا واللوز 16% وهنا مفيش طبعا 400 بلاس 4,600 هتديلك 5,000 طيب احنا ما عندناش اللوز ولا عندنا السيل برايس طيب اول حاجة عايزها ايه؟ هه هايند سيلنج برايس عايز السيل برايس اله اللي تحت طبعا نجيبها من فوق ده لما خسر هيبقى ده ماينس ده اه يبقى 100 ماينس 16 ماشي؟ اللي هي تديلك 84% يبقى هنا في 84% عايزة جيب دي هه زي السؤال اللي فات ده طيب ده ده اهو هتديلك كام؟ هتديلك بعد كده عايزة الخسارة هو خسر كام؟ احنا جيبنا دي صح؟ وهو كم نشتريها يبقى الخسارة عبارة عن ايه؟ هي؟ اللي هي في الاخر هتديني كام؟ هتديني او طبعا ممكن نجيبها بطريل احنا شايفينها ده ده هتديلك ايه؟ دي تمام؟ يبقى في كده الحالتين نقدر نجيبك كزا طريقة زي ما قلت يما هقول 5000-4200 هتديلك 800 او لو دي مش عندي ممكن نقول 5000-16-100 هتديني برضو نفس الحكاية طبعا عندنا فيه تانية ممكن نستخدمها في الدرس زي بدل ماشي وعندنا اللي هي المكسب بتاع البنك ماشي طبعا المكسب يبقى فيه خسارة هيقول لك برضو ان في ايه؟ ان في خسارة فطبعا احنا عرفنا على الشمال على يمين في النص بنكتب الحاجة اللي ده لنا ان كانت است انترست او لوز او او مكسب يعني ماشي يبقى عندنا اللترز نكتب كل اللتر في المكان بتاعها ودايمن ونبدأ نحل بالخطوات اللي عندنا في نهاية الدرس اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة ويا ريت لو في اي حاجة مش فهمنا تبعتولي في الكومنتات ولما كنتش مشترك معنا ما تبخلش علينا بالاشتراك دعما للقناة واشوفكم الحصة جاية بإذن الله من برنامجكم ماس فور فري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر